وطن عايدا من جلاسجو سيد الرئيس شارك في القمة قمة المناخ التي انعقدت بالأمس وما زالت منعقد القمة حتى يوم 12 هذا الشهر تختتم أعمالها وتوصيات والسعدادا كمان إلى القمة القادمة إن شاء الله لتكون السنة الجاية بإذن الله تعالى في شرم الشيخ بإذن الله تعالى سيد الرئيس النهاردة طبعا مغادرة السيد الرئيس عفتاح السيسي من جلاسجو ووصل بسلامة الله مساء هذا اليوم طيب وسيد الرئيس النهاردة كان طبعا زي ما حقه بتتبعه وترحيب كبير من الرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومشاركة السيد الرئيس عفتاح السيس وألغى الكلمة في دورة 26 بالأمس تحدث عن الموقف المصري ودول إفريقية الدول النمية ومطالب الدول العالم الدول الكبرى لزي يعني الأمريكان والصين وروسيا والهند وغيرهم والفرنسا والدول الكبيرة الدول الصناعية مع بريطانيا مع ألمانيا الدول الكبرى الدول التحادل أوروبا كلها بالكامل أنهم يدفعوا يقدموا المساهمات الخاصة بالمئة مليار دولار اللي كانت من 2015 واللي هي تكون سنويا لدعم الدول الدول اللي هي النمية اللي هي بتتعرض أيضا لهذه المشاكل الكبيرة وهي يعني لم تفعل شيئا يعني مش إحنا اللي أثرنا على العالم لا خالص يعني وزي نقول لكم الوضع طبعا لقاءات جانبية كثيرة السيد الرئيس مع طبعا نشارة ميركل مع عدد من قادة دول العالم الذين التقاهم السيد الرئيس على هامش يعني اجتماعاته وعلى هامش مشاركة السيد الرئيس في قمة المناخ بإجلاسجو وصول السيد الرئيس عفتاح سيسي إلى أرض الوطن مساء هذا اليوم بعد هذه المشاركة القوية جدا والاجتماعات اجتماعات السيد الرئيس وصل أول مبارح أول موصل على طول اجتماعه مع مشار النمسا وكان معنا مبارح سعد السفير بسام راضي متحدث باسم رئاسة الجمهورية ثم سيد الرئيس مبارح عمل اجتماعات كثيرة يوم كله ما بين المؤتمر ما بين الاجتماعات حتى المساء ثم الصبح النهاردة لقاء وهو سيد الرئيس خارج النهاردة من الفندق كان فيه مجموعة من أولاد مصر طبعا مبارح كلهم كانوا اللي كانوا مشاركين على مدار الأيام اللي فاتت واستقبال الرئيس ودع الرئيس وعادوا إلى لندن اللي لمكانش فيه أماكن في الفنادق كنت بكلم مجدى سقر مجدى اللي موجودة في الفيديو وطبعا والترحيب السيد الرئيس بعد خروجيه مباشرة من الفندق في الطريق إلى المطار وكانت مجدى بتكلم سيد الرئيس وتنادي على سيد الرئيس قبل ما ينزل سيد الرئيس عايزين نشوفك كان بتكلمني من شوية وانحاولنا نوصل لمجدى سقر تبقى معنا دلوقتي سيد الرئيس وقف فعلا معهم اتكلم معهم شفتوا ونما كانوا ليه مطلب انه سيد الرئيس يوقف معهم ويتصور معهم وبالفعل حدث طبعا وزي عايزوا اللي حاجوا درجة حرارة برد طبعا في اسكتلندا ورغم كده عايز اقول لكم انهم فيهم ناس يعني ملاقوش لقوا بعضهم لقى غرف امبارح بالليل الساعة واحدة صباحا في بعض الناس اللي ملاقيتش ناموا في العربيات عايز اقول لكم قدين ناس احترم جدا الناس بقالهم ثلاثة ايام الناس بتحرك من لندن عشان تروح اسكتلندا ومعنا طبعا احمد عبدالقادر ميدو اهو واقف اهو كمان احمد قبل ما يسافه كان قال لنا رايح ام جاي قلت له معلش المرة دي ايه التأشيرات وكده يعني ام شوية يعني مش مشكلة ده كل مرة جاء ان شاء الله فاحمد واقف اهو ميدو كمان وكل كمان نذكرهم كلهم بصراحة الناس تحملت درجة الحرارة انتو عارفين مشاركات طبعا في القمة المناخ حوالي خمسة وعشرين الف واحد مشارك في هذه القمة قال لك الفنادق اللي ابناء الجالية المصرية اللي هم انتقلوا من لندن يومين اللي فاتوا واول يوم باتوا في العربية عشان استقبال الرئيس وانبارح مع الرئيس ورايح القمة ما ادروش يكامل النهاردة نتيجة ظروف التقص وايضا لكن تبقى مجموعة منهم اللي قدروا لقوا اماكن وفيهم اللي ملاقاش مكان قضى وقته في العربية شوفوا الناس بتعاني قد ايه لمجرد حاجة خلوا بالكم دي حاجة كبيرة جدا ان الرئيس مقصر ما ينفعش نقدر حتى لو كنا خمسة حتى لو كنا عشرة حتى لو كنا مية اول يوم كان عدد كبير طبعا جدا موجود وزي نقول لحاكم بيبقى تمثيل لينا نموجودين حتى مغادرة الرئيس بيعملوا كده على طول بالمناسبة كده على طول المانيا نفس الحكاية المانيا قبل كورونا كانوا بيعودوا على الكافية قدام فندق الرئيس يعودوا طول الليل قاعدين في القهوة كافية اللي موجود ما كانش طبعا كورونا وكانت دي الدنيا مفتوعة فكان عادي الناس سهرانة والكافيات سهرانة ومحلات وحاجات كده النهاردة لقى الدنيا مختلفة تماما تعالوا نشوف الفيديو ده طيب مجدى مساء الخير وكل التحية ليك والله وكل التحية لكل يعني أهلنا اللي موجودين في بريطانيا اللي كانوا